السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي اليوم في قناتكم قناة وصفات لكم المسام المفتوحة تعد مشكلة شائعة تواجهها معظم النساء بسبب وضع المكياج بشكل مستمر أيضا الأوساخ والغبر التي قد تكون على الوجه لذلك اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل لمشكلة مسامات الوجه وذلك بوصفات طبيعية لسد مسامات الوجه إن شاء الله يمكنكم استخدام بعض المواد التي تكون طبيعية ومنزلية إذن على بركة الله الآن سوف نمر للتعرف على أول خلطة ستعطينا نتائج رائعة بالنسبة لأول مكون لدينا هنا وهو مطحون الشوفان أو مطحون الخرطال لدينا هنا الشوفان فهو من أفضل مقشرة البشرة يمكن استخدامه لامتصاص الأوساخ والزيوت التي بدورها تسد المسام وتقلل من حجمها لتقليل المسام في الوجه سنحتاج تقريبا إلى مقدار ملعقة تكون ممتلئة بهذا الشكل من مطحون الشوفان أو مطحون الخرطال كذلك سنحتاج هنا إلى مكون آخر وهو الحليب السائل الكامل الدسم سأضيف هنا كيميا من الحليب ثم أبدأ في الخلط جيدا حتى نتحصل على خليط يكون كريمي خليط متجانس نخلط جيدا بعد ذلك بطبيعة الحال على بشرة نظيفة سقومون أولا بتنظيف بشرتكم بغسلها بماء فاتر حتى تتفتح المسامات وحتى نزيل كل الأوساخ أو الزيوت التي تكون عالقة ببشرة الوجه ثم نقوم بتشفيف بشرة الوجه وسنأخذ هذه الوصفة أو هذه الخلطة ونبدأ بتمريرها على كامل البشرة بالخصوص المناطق التي بها مسامات مفتوحة لأن هنا الشوفان يعتبر قابض للبشرة يسد المسامات وكذلك يعمل على امتصاص تلك الزيوت الزائدة بالخصوص التي تكون لدى صاحبات البشرة الذهنية سنقوم بترك هذه الخلطة إلى غاية ما تجف بعد ذلك بمجرد أن يبدأ هذا الماسك بالجفاف سنبدأ بفركه بأطراف الأصابع بحركات دائرية لأنه كما قلت لكم في أول الفيديو الشوفان يعتبر كذلك كمقشر ومزيل للخلايا الميتة بعد ذلك ستقومون بغسل بشرتكم بماء يكون بارد هذه الوصفة من الأحسن استخدامها تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع ستعطيكم نتائج رائعة إن شاء الله والآن سوف نمر للتعرف على الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الثانية سنحتاج فيها إلى العسل لأن العسل مكون رائع للبشرة بسبب خصائصه المضادة للبيكتيريا كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يقتل البكتيريا المسؤولة عن انسداد المسام بالإضافة إلى ذلك يعمل بشكل رائع لإغلاق المسام التي بالخصوص تكون في الأنف سنقوم هنا بصنع مزيج من العسل سوف نحتاج تقريبا إلى مقدار ملعقة صغيرة من العسل عسل النحل العسل الطبيعي ثم سنضيف إليه كذلك ملعقة من الزبادي أو اليوغورت الطبيعي سنحتاج كذلك إلى ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة ثم سوف نبدأ في الخلط جيدا ندمج المكونات مع بعض إلى غاية ما تتجانس بالنسبة لهذه الوصفة رائعة مبيضة كذلك وستعطيكم حتى ترطيب لبشرتكم نبدأ الآن في دمج المكونات مع بعض هكذا بعد ذلك سوف نأخذ كمية من هذه الوصفة وسوف نبدأ بتوزيعها دائما على كامل البشرة لأنها ستعطيكم تبيض وكذلك ترطيب لبشرتكم ستعمل كذلك على شد البشرة وعلاج التجاعيد في البشرة وصفة ممتازة من الأحسن الاعتماد عليها بشكل يومي ستعطيكم نتائج كون متأكدين أنها ستكون نتائج مرضية بالنسبة هنا لكمية الوصفة يمكنكم الاحتفاظ بها في التلاجة كما يمكنكم أيضا وضعها في اليوم الموالي لأنها تبقى صالحة مدة أسبوع بالكامل والآن سوف نمر إلى الوصفة الثالثة بالنسبة لهذه الوصفة كذلك من أقوى الوصفات كما تسمى بالوصفة السحرية لقبض المسامات وسد المسامات وصفة ممتازة بامتياز سنحتاج هنا إلى مكون ممتاز وغني عن التعريف وهو الشب حجر الشب يكون بهذا الشكل تقومون بطحنه بدقه أولا ثم طحنه حتى يصبح على شكل بودرة أو على شكل دقيق بهذا الشكل سنقوم بدمجه مع مكون آخر وهو مكون هو الآخر غني عن التعريف وهو بياد البيض سنحتاج هنا تقريبا لمقدار ملعقة كبيرة أو مقدار ملعقتين كبيرتين من بياد البيض هو كذلك لوحده قابض للمسامات يعمل على غلق المسامات يشد البشرة يعالج كذلك الترهل ترهل البشرة بما أنه مبيض كذلك مغدي لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين نقوم هكذا بخفق بياد البيض جيداً بعد ذلك سنأخذ هنا مقدار ملعقة صغيرة غير ممتلئة ونبدأ بدمج مطحون الشبة مع بياد البيض حتى نتحصل على خليط متجانس كونوا متأكدين أنكم بالنسبة لهذه الوصفة منذ أول استعمال ستلاحظون نتائج رائعة في شد بشرتكم وأيضاً ستعمل حتى على علاج تجاعيد البشرة نخلط جيداً حتى تتجانس بعد ذلك سنأخذ هذه الوصفة بطبيعة الحال على بشرة تكون نظيفة وسنبدأ بتطويقها على كامل البشرة بالخصوص مناطق تواجد تلك المسامات الواسعة بهذا الشكل بالنسبة لهذه الوصفة يجب أن لا نقوم يعني بوضعها على منطقة تحت العينين نتجنب دائماً منطقة تحت العينين ثم سنتركها تقريباً مدة نصف ساعة إلى غاية ما تشد البشرة وكذلك ستعمل لكم على سد المسامات هنا إذا أردتم استخدام كذلك هذه الوصفة لإزالة الرؤوس السودائدة كان لديكم رؤوس سوداء تأخذون قطعة من المنديل الورقي تقومون بتطبيقه فوق الوصفة بهذا الشكل كما تلاحظون ثم تتركون الوصفة إلى غاية ما تجف بعد ذلك تقومون بإزالة المنديل يعني بالطريقة العكسية عكس إتجاه نمو الشعر لأنها كما قلت لكم سوف تعمل لكم على إزالة الرؤوس السوداء وأيضا سد المسامات كما أنها سوف تزيل كذلك حتى الشعر الزائد الخفيف إذا كان لديكم على مستوى بشرة الوجه إذا حبيباتي اليوم شاركت معكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي ستعمل على شد البشرة وكذلك سد المسامات وقبض المسامات الواسعة بوصفات ومكونات طبيعية من مطبخكم آمنة الاستعمال إذا أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا أن لا تبخلوا علي بدعمكم بالضغط على الزر لايك وأيضا لا تنسوا المشاركة في القناة إذا كنتم لم تشتركوا بعد إذا نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة دمتم في أمان الله